إذا كان الذي يطلب الشفاعة مشرك فلن يشفع له أحد وإذا كان الذي يطلب منه الشفاعة لابد أن يكون حي فإذا لم يجتمع هذه الشروط لا تتمع الشفاعة يعني لو أن أحدا طلب الشفاعة من مشرك من طاغوت من شيطان من صنن ما يمكن لو هو مشرك وسأل الشفاعة لا يمكن ماضح؟ لابد أن يكون هو موحد ويطلبها من موحد لابد إيش من رضى الله عز وجل ومن إذنه فإذا سألوا الشفاعة ممن لم يرضى الله عم أصلا ما تقبل الشفاعة ماضح؟ لابد أن يرضى الله عز وجل عن الشافع حتى يشفع ولابد أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع المشفوع إله إذا ما تم هذا أو هذا لا تتمي الشفع على وميت شفع شفع هلو إن كان ميت وكامل التوشيط طيب بإذن الله لازم إذا ما إذن الله ما يشفع طيب شفع